في الفترة الأخيرة قامت تظهر أفلام ومسلسلات الرعب عربية متخيلين هذا الشيء؟ هو أوكي كان فيه أعمال الرعب عربية قديمة لكن ما كانت بدقة وجودة الأعمال الموجودة الآن والأعمال المرعبة العربية وقفت الفترة جدا طويلة والآن رجعت بشكل جدا احترافي ففيديو اليوم رح يكون توصيات عن أفلام ومسلسلات عربية مرعبة أخترت لكم ثلاث أفلام وأخترت بعد ثلاث مسلسلات إلا أنا متأكد أنهم رح يعجبوكم وفيهم لمسات رعب أسطورية خلونا منطول ويلا نبدأ أول فيلم رعب معنا هو فيلم 122 قصة الفيلم عن زوجين يتعرضون الحادث ويتم نقلهم لمستشفى وهذا المستشفى يتم صرغة الأعضاء فيها فيختفي الزوج وتبدأ الزوجة في البحث عنه الفيلم هذا كان صدمة كبيرة بالنسبة لي وهذا النوع من الأفلام جدا مشهور عند الأجانب وفي كثير أفلام تقدمت بهذا القصة لكن أنك تشوف هذه القصة في أحد الأفلام العربية ويبدعون فيها بهذا الشكل شيء جدا جميل الفيلم كله إثارة وحماس وطبعا أنا نزلت مراجعتي الكاملة حق هذا الفيلم موجودة هنا في القناة والفيلم رقم اثنين معنا هو فيلم الفيل الأزرق قصة الفيلم عن طبيب نفسي يطلبوه علشان يحقق مع زميلها الدكتور اللي قتل زوجته في طريقة جدا وحشية ودخل في حالة غريبة هذا الفيلم هو أقوى فيلم رعب عربي عد علي لحد الآن كل أحداث الفيلم غير متوقعة والموسيقى والتمثيل والأفكار كانت جدا أسطورية في هذا الفيلم الفيلم رح يخذكم من رحلة كلها الغاز وأفكار تخليكم تتفاعلوا مع القصة وتتفاعلوا مع أحداث الفيلم واحد من أقوى فيلم الرعب والغموضة العربية اللي عدت علي والفيلم الثالث معنا هو فيلم الفيل الأزرق الجزء الثاني قصة الفيلم بعد أحداث الجزء الأول تبدأ تتغير حياة الدكتور يحيا للأسوأ وراح تصير معاه بعض الأحداث اللي تربطه في الماضي حقه ويضطر أنه يدخل لهذا العالم من جديد الجزء الثاني من الفيل الأزرق زادوا ليفلا الرعب فيه من نواحي عديدة القصة والأحداث والغموض وما أكذب عليكم وأنا قاعد أتابع الفيلم كنت ناضر الوقت وما أبي الفيلم يخلص من شدة جمال الأحداث حتى في أفكار المؤثرات البصرية اللي في الفيلم كانت فعلا ليفل ثاني لو تقارنها في الجزء الأول فجزء الثاني أفضل منه بمراحل عديدة وإن شاء الله رح نزل مراجعة الكاملة حق الجزء الأول والثاني أوكي الآن انتهينا من الثلاث أفلام والآن رح أنتقل معاكم للمسلسلات المسلسل رقم واحد معنا هو كوفيد 25 القصة عن انتشار فيروس غريب غير متوقع في أنحاء العالم صراحة هذا المسلسل هو من أكثر المسلسلات العربية اللي ضغطتني الأحداث والتوتر فيها وانسجمت مع الأحداث وفي كل حلقة يزيد الضغط والأحداث تزيد توتر وراح تحس أنك عايش معهم لأن المسلسل كان يحاكي الوضع الحالي اللي احنا كنا نعاني فيه الفترة الأخيرة مع انتشار الأوبعاء في العالم وكذا وكنت رح أنزل مراجعة الكاملة حق هذا المسلسل لكن تأخرت فيها والمسلسل الثاني معنا هو المداح الموسم الأول والثاني صراحة أنا مسوي هذا الفيديو خصوصا علشان أمدحكم تتابعون هذا العمل الأسطوري القصة عن شيخ الله منعم عليه في موهبة وهي أنه يقدر يشوف أشياء ما أحد يقدر يشوفها ويبدون الناس اللي حوله يستغلون هذه الموهبة اللي عنده في مواقف متعددة الموسم الأول كان تمهيد حق الأشياء اللي راح نشوفها في الموسم الثاني الرعب في الموسم الأول ما كان قوي وكان خفيف لكن لمسات الرعب وروح الرعب موجودة في هذا العمل يعني طول الوقت ونتنتوقع حدوث شيء غريب راح يحصل مع الأجواء والأشياء اللي تعدي فيها الأحداث أما الموسم الثاني فلفل الرعب والعالم الآخر صار موجود بشكل أكبر هو أوكي مو الشيء اللي راح يخوفكم وعيشكم في لحظات مرعبة لكن راح تعيشوا التجربة الأكثر من رائعة وحقيقي مهما وصفت لكم ما راح تفهمون الشيء اللي أنا أقصده إلي أن تتابعوه أنتم بنفسكم والمسلسلة الأخير معنا والأعظم واللي فتح الباب لهذه الأعمال كلها هو ما وراء الطبيعة القصة عن دكتور في الجامعة ما يصدق في أي شيء خارق للطبيعة ودائما أي مواقف مرعبة تصير معاه يربطها في العلم والأشياء الواقعية إلي ما هذه الأشياء تبدأ تصير مع أقرب الناس له وهنا راح تتغير حياته واحد من أقوى وأعظم الأعمال العربية المرعبة اللي قد عدت عليه هذا المسلسل يا جماعة كان فيه روح خاصة أنا جدا استمتعت فيها وما ننسى أن هذا العمل هو اللي فتح الباب للأعمال العربية اللي صارت منتشر الآن بشكل جدا كبير بعد نجاح هذا العمل اللي خلى الجميع يتكلم عنه والأغلب يتابعوه باقي المنتجين والكتاب تحمسوا وبدوا يدخلوا في عالم الرعب يعني لو لا هذا المسلسل ما كان شفنا كل الأعمال اللي ذكرتها في هذا الفيديو وهنا وصلنا نهاية الفيديو وأتمنى أن الفيديو كان ممتع بالنسبة لكم وإن شاء الله توصيات راح تنال على إعجابكم يعطيكم الآفة على المشاهدة ومع السلامة